اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تعلم البرمجة معاكم احمد عبد النبي وزي ما اتفقنا هكون معاكم دايما عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة مع تطور التكنولوجيا واستخدامنا للموبايلات بتاعتنا بشكل مستمر طول اليوم تقريبا خلانا غصبا عندنا محتاجين دايما يكون فيه موبايل أبليكيشنز او تطبيقات نستخدمها بصفة دورية تخيل مثلا لو جينا عملنا مقارنة بسيطة ما بين الكمبيوتر وما بين الموبايل انت بتستخدم تقريبا الموبايل كتير جدا خلال اليوم تخيل انك بتمسك الموبايل مثلا ميت مرة في اليوم وفي كل مرة بتستخدم خمس تطبيقات مختلفة معنى كده ان انت بتفتح التطبيقات دي خمسمائة مرة في اليوم الرقم ده رقم كبير جدا بيخلينا محتاجين دايما يكون فيه تطبيقات مختلفة وممكن تستخدم تطبيق وتلاقي نفسك بعد فترة محتاج ان انت تشوف تطبيق تاني او ينزلك تحديث معين كل الحاجات دي بتكون دايما في دماغ المبرمج وبيشتغل عليها بشكل معين عشان يوصلك في الآخر تطبيق ويقدر ان هو يسهلك حاجة معينة ويخلي الاستخدام بتاعك سلس وسهل كل الحاجات دي قادر اعملها باستخدام البرمجة اللي دايما بتخلينا نحول مشكلة كبيرة لحل بسيط وسهل وكمان بيقدر المبرمج يضيف اللمسة الفنية بتاعته عشان يخلي الابليكيشن او التطبيق ده مناسب للمستخدم اللي هيستخدمه كل الحاجات دي هنتعلمها باستخدام الاب انفنتر وازاي نقدر ان احنا نعمل تطبيقات مختلفة ونشاركها مع اصحابنا ويبدأوا ان هم يستخدموها تعالوا نشوف هنقدر نعمل ده مع بعض ازاي ولكن خليكم مركزين وجاهزين وكويس جدا عشان نتعلم كل حاجة عن برمجة الاب انفنتر جاهزين؟ يلا بينا قبل ما نبدأ شغل النهاردة تعالوا بسرعة نراجع على اللي قلناه المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت عملنا اول ابليكيشن باستخدام الاب انفنتر والابليكيشن ده كان اسمه هلو وورلد الابليكيشن ده او التطبيق ده بنعمله لو احنا بنتعلم اي لغة برمجة بتحس ان هو بيخلي الحاجة اسهل وبتستخدم اكواد بسيطة بحيث ان هو بيوري الكونسبت العام بتاع البرمجة والكونسبت العام بتاع البرمجة هو ان البرمجة مفتوحة على العالم كله ومفتوحة على كل التكنولوجيا اللي موجودة حوالينا عملنا الابليكيشن ده واتفقنا ان هو هيكون عبارة عن مجموعة من السكرينز او زرار معين هضغط عليه ويحولني السكرين تانية وعملنا الكود الخاص به تعالوا نشوف مع بعض لو فتحنا الويب سايت بتاعنا وعملنا كرييت اب مفروض ان هو يفتح الاكاونت بتاعنا هنلاقي عليه كل البرامج اللي احنا عملناه احنا عملنا الابليكيشن الخاص بهالو واتفقنا ان انا عندي بطن معين اقدر اني اضغط عليه واروح منه لسكرين تانية واتفقنا ان كل بطن او كل سكرين ديها مجموعة من الخصائص اللي ببدأ اغير فيها بشكل معين اغير في الاسم اغير في المكان اغير في اللون اغير في حجم الخط اقدر اعمل كل الحاجات دي باستخدام الخصائص بتاعتي ولو رحنا على الجزء الخاص بالبلوكس احنا عملنا الجزء الخاص بالبلوكس الخاصة بالبطن واتفقنا ان لو ضغطت على البطن مفروض ان هو يحولني بشكل اوتوماتيك للسكرين التانية اللي فيها الجملة الترحيبية اللي بترحب بيها عشان ابدأ الاب انفنتور ولكن كان فاضل جزء بسيط ان احنا نحول الابليكيشن او التطبيق بتاعنا ده نخليه يظهر على الموبايل بتاعنا وهنا ييجي دور حاجة مهمة جدا لو رحنا في بداية الويب سايت هنلاقي جنب بروجيكس عندنا فيه كونكت ولو ضغطت عليها هلاقي عندي فيه مجموعة من الاختيارات اول اختيار هو وده بيخليني عن طريق QR سكانر او حاجة معينة بدخلها في الموبايل عندي بعمل زي ميرور او حاجة معينة اشوف الابليكيشن بتاعي ده على الموبايل عامل ازاي ده عشان اعمل تست فيه كمان عندي حاجة اسمى الاميلاتور او كأنه سيميوليشن بيوريني التطبيق بتاعي عامل ازاي من غير ما استخدم الموبايل او ان انا استخدم ال USB كابل عشان اقدر اعمل ده واقدر اشوف الابليكيشن بتاعي عامل ازاي طيب بعد ما اعمل المرحلة دي اللي بنسميها التستنج ان انا بجرب الابليكيشن بتاعي عامل ازاي اقدر ان انا ابنيه اعمل لي بيلد وبيلد اقدر ان احوله الابي كي فورم اللي موجودة في الاندرويد احنا اتفقنا ان كل الموبايلات ليها سيستم معين بتشتغل بيه زي الويندوز اللي موجود في الكمبيوتر بالضبط الموبايلات مثلا اللي هي الاندرويد بتستخدم السوفتوير او العامل المساعد اللي هو الاندرويد وموبايلات الايفون بتستخدم مثلا الايو اس فانا هنا بقدر ابني الكود بتاعي في صيغة الابي كي اللي هي الصيغة المشغلة او اللي السيستم الاندرويد بيقدر انه هو يفهم التطبيق من خلالها اللي هو الابي كي واقدر كمان اعمله بصيغة الابي بحيث ان انا اقدر يكون عندي اختيارات كتير في التطبيق بتاعي تمام جدا طيب أنا عايز أتيست الأول قبل ما أبدأ أعمل شير أو أبني الكود بتاعي أو أعمل الأكاونت بتاعي الخاص بالapplication أقدر أن أنا عايز أتيسته الأول وأشوف إيه المشاكل الموجودة فيه طيب أنا عايز أغير حاجة أغير line أغير color text أقدر أعمل ده من خلال connect ودوس على AI companion هيظهر معي رسالة بالشكل ده ويطلب مني أن أنا أكونكت أو أعمل اسكان للQR ده على الموبايل أو أكتب الكود اللي موجود عندي طيب أنا هعمل ده إزاي؟ لو دخلت على play store بشكل عادي جدا وعملت search على الapp inventor هيظهر معي MIT AI companion ده الapplication اللي من خلاله أقدر أعمل تست للكود بتاعي أو للتطبيق بتاعي وأعمل له install عشان أقدر أستخدمه على الموبايل طيب في الحالة دي مفروض أعمل إيه؟ الAI companion اللي موجود على الموبايل بيقدر أنه هو يفتح الكاميرا الخاصة بالموبايل وأعمل اسكان للQR اللي ظهر لي في الويب سايد كأني هربط الكمبيوتر اللي أنا عامل عليه الكود بتاعي بالموبايل اللي أنا هعمل عليه تست ومن خلال الحركة دي أقدر أشوف كل الapplication عامل إزاي؟ وأقدر أتنقل ما بين الscreens وأقدر أجربه وأشوفه عامل إزاي بالظبط بعد لما بعمل install أقدر أني أعمل open وأفتحه بالشكل ده بيظهر معايا اختيارين إما أن أنا أconnect with code أكتب الكود بتاعي اللي ظهر في الAI companion اللي هو بيتكون من ست حروف أو أن أنا أعمل اسكان للQR code أقدر أستغلم الطرقتين والطرقتين شغالين عادي جداً لو عملت اسكان للQR code هيطلب مني أن أنا أفتح الكاميرا وأبدأ أعمل اسكان من على الـ screen وهيطلع لي progress bar بحيث أنه هو يفتحولي على الموبايل هلاقي فعلاً الموبايل بتاعي بدأ ظهر إحنا اتفقنا أن أنا عندي 2 screens وأول screen فيها الهلو وورل بتاعتي لو روحنا للديزاينر أنا أول screen فعلاً عليها الهلو وورل زي ما احنا شايفين بالظبط ومفروض أن أنا لو ضغطت عليها ينقلني الـ screen 2 فلو ضغطت عليها هينقلني فعلاً الـ screen 2 اللي موجود فيها الرسالة الترحيبية الخاصة بـ screen 2 تمام جداً كده بأنا اتأكدت أن الـ application بتاعي تمام وأن الـ code بتاعي تمام جداً دي طريقة في طريقة كمان اللي هي الـ emulator وonce أن أنا اتأكدت أن الـ application بتاعي تمام وما فيهوش أي مشكلة ساعتها أقدر أعمل build روح أعمل build واختار مثلاً الـ APK وهيعمل processing أو يحمل شوية بحيث أن هو يعمل compiling يعالج الـ application بتاعي عشان يخرجهولي بالصيغة اللي أنا عايزها وبعد كده بأقدر أعمله ده من load على الكمبيوتر بتاعي وأقدر بقى أخذ الملف ده أنقله مثلاً عن طريق البلتوث أو الـ Wi-Fi أنقله لأي موبايل تاني أو أن أنا أحمله على play store وأبدأ أبعثه لأصحابي وزماني بعد فعلاً لما أخلص تحميل بتاعي طلب مني أن أعمل download أو أن أعمل scan للـ QR عشان يبدأ يحمل التطبيق بتاعي تماماً كده أنا عملت أول application ليا عن طريق الـ App Inventor واللي طلع حاجة بسيطة وزي ما اتفقنا أنه هو مش محتاج لغة معينة ولا سنة معين بالعكس إحنا نقدر نستخدمه في أي وقت ونعمل من خلاله تطبيقات كتير جداً طيب تعالوا نشوف مع بعض تطبيق جديد ومختلف هنعمله باستخدام الـ App Inventor هروح لـ Project وأختار Start New Project الـ Project اللي هنعمله هو عبارة عن cat شكل أو صورة قطة معينة بنبدأ نضغط عليها بشكل معين وتطلع لنا كمان صوت وبعد كده مفروض أن هي يعني بتبرمج بطريقة معينة بحيث أن الصورة دي تبقى لها علاقة شوية بالصوت بمجرد ما ندوس عليها تبدأ أن هي تشتغل فتعالوا مثلاً نسمي الـ Project بتاعنا cat ندوس أوكي طبعاً في البداية هيفتح معايا الـ App Inventor بالشكل العادي تماماً عندي البالت وعندي الفيور وعندي الـ Components وعندي الـ Properties اللي مفروض بتغير في شكل الـ Components بتاعتي وإحنا متفقين أن عشان أبني أي أبليكيشن أو أي تطبيق محتاج أمشي بثلاث خطوات أساسية أول حاجة هي التصميم أو الـ Design الـ Design الخاص بالـ Application بتاعي اللي بيخليني أشوف الـ Application ده بشكل سهل وسلس ولازم دايماً في حتة التصميم أكون حاطة نفسي مكان الـ User أو المستخدم اللي هيستخدم التطبيق بتاعي لازم أكون موفر له كل الطرق وكل السبل الممكنة عشان يقدر يوصل لأبسط الحاجات اللي موجودة في الـ Application وتاني خطوة هي Float Short اللي بترجع لي أنا كمبرمج ببدأ أحطها لنفسي عشان أبدأ أمشي عليها عشان أصمم الكود بتاعي وتالت حاجة هي الكود فتعالوا نشوف هنقدر نعمل مع بعض إزاي الـ Application بتاعنا زي ما احنا شايفين الـ Interface أو وجهة المستخدم فتحة معانا بالشكل العادي جداً طيب أنا محتاج إيه من التطبيق بتاعي؟ محتاج أول مفتاحه تظهر معي صورة Cat وأبدأ أضغط عليها يطلع لي صوت معين فبالتالي عشان أعمل الـ Design ده محتاج أجيب الصورة وأجيب كمان الصوت الـ App Inventor مفهوش الأصوات أو الصور اللي احنا بنحتاجها ولكن بيقدر يديني اختيار أن أنا أجيب أي حاجة أنا عايزها من جوجل أو أي مكان وأقدر أضفها للموبايل بتاعي فأقدر بكل سهولة أنا محتاج أروح لجوجل وأعمل Search مثلاً عن Cat مثلاً وأختار مثلاً أي صورة عايزة وليكن ممكن أختار الصورة دي وأعمل لها Download وكمان ممكن أختار الأصوات عايزين مثلاً صوت الكات ونعمل له كمان Download تمام جداً هعمل لها Download كده أبقى أنا جهزت الحاجات الأساسية اللي محتاجها في الـ Design أرجع تاني للـ App Inventor أنا محتاج في البداية يكون عندي بطن والبطن ده يكون على شكل Cat فأول حاجة هروح لـ User Interface وأختار منه البطن وأعمل له Drag في الـ Screen بتاعتي بالشكل ده تمام جداً طيب هل محتاج حاجة تانية؟ محتاج A محتاج إيه؟ محتاج أضيف الصوت طيب الصوت ده هضيفه إزاي؟ لو نزلت شوية في الـ User Interface هلاقي أن أنا عندي أقدر أضيف صورة أو أقدر أضيف Switch أو Spinner أو أي حاجة أنا عايز أضيف Sound ولكن مش لقيها هنا في الـ User Interface فأقدر أنزل تحت شوية ممكن ألاقيها في الميديا الميديا أقدر من خلالها أضيف Buttons أو حاجات معينة في الـ Application تقدر تفتح لي مثلاً الكاميرا أو تقدر تعمل Record للـ Sound أو تقدر أن هي تتعرف على الكلام اللي أنا كاتبه بحيث أن هي تقوله بطريقة معينة فلاقي عندي Component اسمها Player لو عملت لها Drag بالشكل ده مش هلاقيها ظهرت مش موجودة البلاير واحدة من الـ Components اللي ما بتظهرش بشكل مرئي في الـ Application لأن الصوت ده بيكون صوت داخلي داخل الـ Application زي مثلاً الـ Notification اللي موجودة في فيسبوك مثلاً أو الـ WhatsApp أنا مش بشوف أن فيه زرار اسمه Sound يشغله لي ولكن دي حاجة جوة الـ Application ذات نفسه بتقدر أن أنت تسمعها معنى كانت تحس بيها فما بتظهرش بشكل معين زي الزرار مثلاً أضغط عليه بشكل معين هل إيها ظهرت فين؟ هل إيها ظهرت تحت الموبايل واسمها Non-Visible Component إن هي تعتبر أداة غير مرئية تمام جداً طيب محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نخلي شكل البطن بتاعنا شكل القطة اللي إحنا اخترناها أقدر أعمل ده إزاي؟ أقدر أعمل ده من خلال الخصائص الخاصة بالبطن لو رحت لـ Components واخترت الخصائص بتاعته أقدر أول حاجة تحكم طبعاً في حجمه ولكن احنا عزيزين نحط صورة الأول أختار Image وأعمل Upload أختار طبعاً المكان اللي موجودة فيه الصورة بتاعتي وأختارها بالشكل ده وأضغط OK هتظهر معايا فعلاً بالشكل ده ولكن الصورة بتاعتي أكبر من الموبايل بكتير جداً واتفقنا إن عشان أتحكم في حجم الصورة بحتاج إني أغير في الـ Unline بتاعها والـ Height والـ Width فلو رحت للـ Height واخترت في الـ Parent هلاقيها فعلاً أخدت حجم الطبيعي الخاص بالشاشة في الـ Height الـ Height كأنه بشتغل على الجزء الرأسي ولو رحت للـ Width واخترتها في الـ Parent هلاقيها برضو أخدت شكل الموبايل فيه اتجاه الأفك هلاقي فعلاً الموبايل بتاعي بقى على شكل الكات أو القطة اللي أنا اخترتها تمام جداً طيب محتاج أعمل حاجة كمان ممكن أغير في الـ Background أو أن أنا أغير في التكست أو الكلام أنا ظاهر عندي هنا مثلاً تكست تكست فور بوتون مثلاً ممكن أن أنا أشيلها أقدر أشيلها إزاي من خلال برضو الخصائص بتاعتي أقدر أختار تكست هنا وامسحه بالشكل ده فيش أي مشكلة وطبعاً ما عنديش أصلاً تكست عشان أعمله alignment فبالتالي مش محتاج أضغط هنا على أي حاجة تمام جداً طيب محتاج إيه كمان محتاج أروح للكمبوننت اللي اسمها بلاير عشان أبدأ أضيف الصوت بتاعي فلو ضغطت على بلاير هقدر من خلاله إن مثلاً أعلي الصوت الخاص بالساوند أو الصوت اللي أنا أحطه أو إن أنا أخليه يشتغل في لوب يبقى متكرر يشتغل على طول أو السورس المصدر بتاعي إيه هو فأقدر من خلال السورس أعمل upload للإمبس ري فايل اللي أنا أعملت له download تمام جداً بالشكل ده هلاقي فعلاً تعملوا ده من load وبقى موجود داخل الكمبوننت اللي اسمها بلاير وطبعاً إحنا عارفين إن أنا ممكن أغير المسمة الخاص بكل كمبوننت وأخليها في شكل معاين بحيث مثلاً عايز أخلي التطبيق بتاعي اسمه مثلاً كات أو أغير في أسماء معينة فأقدر أخلي هنا مثلاً الـ app name أنا أخترته في الأول خليته كات جميل جداً طيب كده أكون مجهز الـ application بتاعي بشكل كبير كـ design محتاج أعمل إيه بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده أروح للـ float short الخطوة اللي عندي مفروض أن أنا أدوس على الكات بتاعتي تبدأ يظهر لي الصوت اللي هو الميو بتاع الكات محتاج حاجة كمان؟ لا تماماً كده الفلوت short بتاعتي مظبوطة وتماماً مفروض أروح بعد كده للخطوة التالتة وهي الـ blocks أو الـ code لو رحت للـ code اللي هو موجود في blocks بالشكل ده هضغط عليها هيوديني مباشرةً للجزء الخاص بالـ blocks واتفقنا أن الـ application بتاعي في مجموعة من الـ components بقدر أضفها زي الـ screen وزي الـ button وزي الـ player وفي built-in blocks حاجات موجودة داخل الـ app inventor ذات نفسه زي control و logic و math وحاجات كتيرة جداً هنتعرض لها مع الاستخدام طيب أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج أبرمج الـ button بتاعي بحيث أنه لما دوس عليه يشغل نغمة الكات ذات نفسها فلو رحت للـ button وضغطت عليه هيظهر معايا مجموعة من الـ blocks أول block عندي مثلاً هو الـ button one click لما أضغط عليه أعمل إيه؟ أقدر أعمله drag بالشكل ده محتاج أحط الـ action اللي هيحصل لما أضغط على الـ button أنا محتاج إيه؟ محتاج أن الـ player الصوت اللي أنا حطيته داخل الـ component اللي اسمها player تبدأ أن هي تشتغل فبالتالي هروح لـ player واشوف إيه الـ blocks اللي موجودة معاه هروح مثلاً هنا هلاقي عندي مجموعة مختلفة من الـ components أو الـ blocks مثلاً أول واحد هون player one completed لما يخلص مثلاً لما يكمل أعمل إيه؟ طيب لو شغلت مثلاً واحد تاني طيب لما أعمل call لـ player one post دي يعني وقف النغمة أو الصوت اللي موجود جوه player one في عندي كمان call player one start شغلي النغمة اللي موجودة جوه player one في عندي call player one stop وقفه أو اعمل vibrate مثلاً بشكل معين فكل دي blocks أقدر أستخدمها في أماكن مختلفة طيب إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين إحنا نبدأ النغمة اللي موجودة داخل player one فأقدر أصحابها بالشكل ده وحطها داخل الـ block بتاعي طيب هل في حاجة تانية كده محتاجة أعملها؟ لا أنا كده بالنسبة لي خلصت الـ block تماماً وخلصت الكود فعلاً لما أضغط على button one مفروض أنه هو يشغل لي النغمة اللي موجودة جوه player one وده كده اللوجيك الخاص بالـ application أو التطبيق بتاعي طيب أنا محتاجة أجرب الكلام ده انتفقنا أن أنا عندي أكتر من طريقة أقدر أروح لـ connect وأختار الـ AI companion ولكن لازم قبل ما أختار الاختيار ده لازم أروح أفتح الـ MIT AI companion بتاعي اللي أنا نزلته على الموبايل فأقدر أفتحه الأول وأضغط على الـ website بتاعي AI companion هيتطلب مني أدخل الكود أو أعمل اسكان ممكن أعمل اسكان هيفتح الكاميرا بتاعتي ويعمل اسكان للكود بيبدأ يحمل معايا في الـ progress bar ولما بيخلص بيفتح التطبيق أو الـ application بتاعي على الموبايل فعلا ظهر على الموبايل بالشكل ده ولو جيت جربت هلاقي فعلا إن الـ application بتاعي شغال تمام الـ application ده من الـ applications البسيطة اللي تعلمنا منها حاجات جديدة إزاي نضيف أصوات للتطبيق بتاعي طبعا باستخدام الـ App Inventor نقدر نعمل applications وتطبيقات أصعب وأصعب ونقدر نحن نشاركها مع أصحابنا ونقدر نبعثها لناس كتيرة جدا عشان تستخدمها ولكن دايما لازم نجرب مرة واثنين وثلاثة عشان نحقق الـ concept العام بتاع البرمجة اللي هو try and error عشان كده لازم نجرب الـ applications دي مع بعض وتجربوها مع نفسكم وتبدأوا وتغيروا فيها وتغيروا في أشكالها بطريقة معينة وبكده تكون خلصت حلقتنا وعملنا من خلالها الـ cat app أو التطبيق الخاص بالـ cat واستنونا في الحالات اللي جاية عشان نعمل تطبيقات أكتر باستخدام البرمجة الخاصة بالـ app inventor أتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلام